بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أخي الحبيب لا تسمح لأحد أن يفسد عليك صيامك الحقيقة معظمنا في هذا الشهر الفضيل شهر الصيام يفسد صيامه أو لا يتقبل منه هذا الصيام أو يدمر حسناته وهو لا يشعر بسبب أعمال بسيطة جدا أعمال تافية لا تنتبه لها أنا سأنبهك على ثلاثة أشياء معظمنا لا يلتفت لها غالبا ما يتعرض الإنسان لإساءات في شهر رمضان وخارج رمضان ولكن هذا الشهر حساس جدا أيها الأحبة لأنه شهر القرآن وشهر الصيام وشهر تكون فيه قريبا جدا من الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يريد منك أن تصوم صياما لا تبتغي به إلا وجهه الكريم قبل أن أذكر لكم الأشياء الثلاثة التي قد تفسد عليك صيامك وسببها أشخاص آخرين ولست أنت أود أن أذكرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله يوم واحد ولكن ما معنى في سبيل الله يعني حبا في الله ومن أجل الله وأن تصوم كما أمرك الله باعد الله وجهه بذلك اليوم عن جهنم سبعين خريفا انظروا كم هذا الحديث رائع جدا أن الله يبعدك عن نار جهنم سبعين خريفا سبعين سنة بسبب صيامك اليوم يقبل منك في سبيل الله طيب كيف أصوم صياما في سبيل الله كيف أضمن أنه لا يأتي شخص ويفسد علي الصيام نحن نتعرض لكثير من المنغصات كثير من الأذى كثير من الإساءات بشكل عام خلال أشهر السنة وأنت صائم اليوم يمكن أن يأتي شخص ويستفزك يؤذيك بكلمة يؤذيك بتصرف معين يسيء إليك بشيء معين طيب ما هو رد الفعل الذي يحبه الله حتى يكون صيامك في سبيل الله يجب أن تعفو وتصفح وتتسامح إذن عدم التسامح قد يكون وسيلة لإفساد الصيام وأنت لا تشعر أنت عندما لا تتسامح خالفت أمر النبي وأمر الله سبحانه وتعالى أنت خالفت أمر النبي عندما قال لك النبي لا تغضب وخالفت أمر الله عندما قال لك فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ادفع بالتي هي أحسن يجب أن تدفع السيئة بالعمل الصالح والحسن إنسان أساء إليك يجب أن لا تتركه يفسد عليك الصيامك قل أنا سأتسامح معه أنا سأعف عنه حبا في الله لكي يكون الصيام في سبيل الله لكي يباعد الله وجهي عن النار سبعين خريفا إن شاء الله لكي يتقبل مني الله سبحانه وتعالى هذا الصوم لأن الله تعالى يقول إلا الصوم فإنه لي الكلام لله هنا أيها الأحبة حديث قدسي إلا الصوم عمل ابن آدم له كله له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إذن حتى يجزيك الله خيرا يجب ألا تترك أحدا يثير انفعالاتك وغضبك وتفسد صيامك من أجل شيء تافه من أجل كلمة أو سلوك أو تصرف أو أي شيء آخر مهما كان قل أو كثر الشيء الثاني أيها الأحبة نحن تعودنا كثيرا على أن نتحدث في غير ذكر الله في غلاء المعيشة وغلاء الأسعار ومشاكل اليومية والهموم وغير ذلك هذا الكلام كله لا ينفعك أمام الله قد يفسد عليك صيامك وأنت لا تدري أنت تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكثرت الحديث في أشياء تافية أنت تخالف أمر النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكلمة إياكم هنا تحذير فيها خطورة قد توردك جهنم ولياذ بالله يسأل الله العافية إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والكلمة الطيبة صدقة إذن الكلمة الخبيثة قد تهلك صيامك ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وبالتالي احرص خلال هذا الشهر قل أنا سأبدأ أعد الكلام أختار الكلمة الطيبة لأنها صدقة الكلمة الطيبة صدقة أختار الكلمة المناسبة التي أخاطب بها الناس من حولي فإذا كان لديك نميمة أو يعني تنابس بالألقاب أو كان لديك إساءة أو تكبر أو تتحدث في أعراض الناس والعياذ بالله أو تتحدث على الناس ما يكرهون أو تسئل الناس في كلامك لا لا اختار الكلمة الطيبة لأن الكلمة الطيبة قد تدخلك الجنة صدق أو لا تصدق الكلمة الطيبة قد تكون سبباً في دخولك الجنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد أو الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا ولكن هي منرضى الله الله يرضى عنها يدخل بها الجنة وإن الرجل أو العبد لا يتكلهم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله يسخط بها الله يعني كلمة سيئة جداً هي كلمة تتحدث بها تهوي به في جهنم سبعين خريفاً إذن الكلمة الخبيثة قد تفسد عليك صومك والسبب هذه الكلمة الخبيثة الآخرون من حولك على فكرة لذلك حاول أن تعتزل الناس أن تقلل من الكلام إلا في ذكر الله لكي يبقى قلبك مليئاً خاشعاً رطباً بذكر الله سبحانه وتعالى القضية الثالثة والأخيرة أيها الأحبة لا تخطئ لكي لا تكذب لأن الكذب نتيجة عن الخطأ إنسان مثلاً أخطأ خطأاً معيناً عندما يسأل يضطر أن يكذب إنسان سرق عندما يسأل يكذب إنسان أخلف موعده مع شخص آخر وعده بشيء ولم يفي بوعده يضطر أن يكذب إنسان خان الأمانة يكذب إذن الكذب قد يكون سببه الآخرون فيفسد هذا الأمر صيامك وأنت لا تدري لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإياكم أو إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذبا تصور أخي الحبيب أنت الآن صائم وتكذب طيب كذبك هذا سيدخلك في نار جهنم إذا ما فائدة الصيام إذن الصيام لا قيمة له لاحظت يعني نحن لا نمزح عندما نقول هناك بعض التصرفات قد تفسد عليك صيامك وأنت لا تدري الكذب يردك في نار جهنم حسب نص النبي والله تبارك وتعالى قال ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوا للمتكبرين أليس في جهنم إقامة دائمة للمتكبرين فكأن الكذب رفيق التكبر أو من نتائج الكذب أن تصبح متكبرا لذلك ألخص أخي الحبيب هذه الأشياء الثلاثة التي قد تفسد صيامك وأنت لست مسؤولا عنها المسؤول هم الآخرون ولكن أنت استجبتني نداء الشيطان عدم التسامح والكلمة الخبيثة والكذب ابدأ منذ هذه اللحظة بالتسامح والعفو ابتغاء وجه الله وابدأ بالكلمة الطيبة لأنها صدقة لك الكلمة الطيبة صدقة كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام وتجنب الكذب ابدأ منذ هذه اللحظة قل يا رب أنا نويت أن أكون صادقا مع الله أولا ومع الناس فأعني على هذا الصدق والله سبحانه وتعالى سيصلح أعمالك إذا كانت تجارتك فاسدة ستصلح إذا كان رزقك قليل سيكثر إذا كنت مريضا ولا تتعافى ستجد الشفاء قريبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إذن أمر من الله أن تكون مع الصادقين لكي يصلح لك أعمالك ويغفر لك ذنوبك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا جميعا وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته